السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم عزيزيات طلاب طلاب كولية الحقوق جامعة المنصورة الفرية الأولى معكم المحضر القانوني لأستاذ محمد صبر المرسي وإن شاء الله النهاردة هكون معكم في شرح مادة نظرية الحق احنا خدنا في القانون المدني كتاب اسمه المدخل للعلم القانوني وده عبارة عن الكتاب اللي هتاخد فيه الأساسيات المهمة اللي لازم تدرسها قبل ما تدرس القانون وقلنا هندرس في كتاب المدخل قسمين قسم اسمه نظرية الحق وقسم اسمه نظرية القانون أنا هتكلم معك النهاردة فيه القسم المتعلق بنظرية الحق طيب هندرس ايه فيه القسم ده والله هدرس معك فيه القسم ده أول حاجة ماهية الحق يعني هتكلم عن تعريف الحق والتمييز بين الحق والأفكار الأخرى اللي بتتشبه مع الحق زي الفرق ما بين الحق والسلطة الفرق ما بين الحق والرخصة الفرق ما بين الحق والحرية كذلك برضو هندرس تأسيمات الحقوق أو أنواع الحقوق فهنعرف أن الحقوق بتنقسم إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية وحقوق مختلطة هنعرف أن الحقوق المالية دي ممكن تبعى حقوق شخصية أو حقوق عينية وهنعرف أن الحقوق غير المالية دي زي الحقوق السياسية وزي حقوق الأسرة وزي حقوق الإنسان أو الحقوق اللاثقة بشخص الإنسان كذلك برضو هنعرف أن في حقوق مختلطة زي الحقوق الزهنية وهنشرح الكلام ده بالتفصيل كذلك برضو هناخد أركان الحق اللي هم أصحاب الحق ومحل الحق والحماية القانونية للحق تعالنا نتكلم عن النقطة الأولى وهي ما هو المقصود بالحق طبعا ما فيش تعريف مستقر عليه بين الفقهاء على تعريف الحق عشان كده ظهر عندي ثلاث اتجاهات اتجاه تقليدي ده اتجاه قديم بيعرف الحق واتجاه حديث بيعرف الحق واتجاه راجح أو اتجاه مختار تعالنا نتكلم عن اتجاه اتجاه تعالنا نبدأ بالاتجاه الأول وهو الاتجاه التقليدي اللي بيعرف الحق طبعا الاتجاه ده ظهر فيه نظريات أو انقسم إلى اتجاهات فأنا عندي في الاتجاه التقليدي اتجاه شخصي بيعتمد على الإرادة اتجاه موضوعي بيعتمد على المصلحة اتجاه مختلط بيعتمد على الإرادة والمصلحة فأنا هتكلم عن الاتجاه الشخصي اللي ركز على إرادة الشخص هتكلم عن الاتجاه الموضوعي اللي اعتمد على موضوع الحق وهي المصلحة وهتكلم عن الاتجاه المختلط وهعرف مضمون كل اتجاه أو مضمون كل نظرية والانتقادات اللي وجهت لهذا الاتجاه أو لهذه النظرية طبعا نتكلم عن الاتجاه الأول أو النظرية الأولى وهي نظرية الإرادة أو الاتجاه الشخصي طبعا الاتجاه ده بيعتمد على إرادة الشخص مضمون النظرية دي أو مضمون الاتجاه ده إيه؟ شايف إن الحق هو سلطة أو قدرة إرادية يخولها القانون للشخص يعني من الآخر كده النظرية دي ربطت ما بين حقتين ربطت ما بين إرادة الشخص وما بين الحق يعني من الآخر كده عشان تكون صاحب حق لازم تكون عندك إرادة طبعاً الكلام ده منتقد أول حاجة ليه؟ لأن الشخص اللي ما عندهش إرادة هل مش هيبقى عنده حق طبعاً الكلام ده مخالف للقانون ليه؟ لأننا عندي في ناس عديم الإرادة عديم الأهلية زي مين؟ زي الصبي غير المميز اللي قال لي من 7 سنين ما عندهش إرادة زي المجنون ما عندهش إرادة ومع ذلك القانون اعترف لهم ببعض الحقوق زي الحق في الملكية، الحق في الوصية، الحق في الهبة، الحق في المراس لكن النظرية لازم عشان تتمتع بالحق لازم يكون عندك إرادة والكلام ده مخالف للقانون مش لازم يكون عندك إرادة عشان تتمتع بالحق زي المجنون وزي مثلاً الصبي غير المميز اللي قال لي من 7 سنين اللي اتنين دول ما عندهش إرادة ومع ذلك بيتمتعوا بالحقوق ايه النقد التاني الموجه لهذه النظرية؟ إن هي عجزت عن تفسير بعض الحالات اللي بيزبط فيها الحق الشخصي لشخص وهو لسه ما عندهش علم بهذا الحق ازاي اقولك لو في واحد ابوه في مصر والواحد ده هو عايش في امريكا وابوله في مصر ده مات اللي في امريكا ده هيحصل له ايه هيوريس في ابوه اللي في مصر هيفبت له الحق في الميراس من لحظة وفاة ابوه تمام طب هل الشخص اللي في امريكا ده عرف ان هو ويرس ما عرفش هل ليه حق في الميراس ليه حق في الميراس دخل في زمته المالية ايوة دخل في زمته المالية طب معنى ذلك هل ارادة الشخص اللي في امريكا ده لها دور ما لاش اي دور لان الحق في المراس بيزبط للشخص اجباري بشكل اجباري بدون رضاء منه وبالتالي ما فيش علاقة ما بين الارادة والحق مش لازم يكون انت عندك ارادة وعلم باني ليك حق عشان تبقى صاحب حق ايه كمان كذلك النظرات دي خلطت ما بين حاجتين ثبوت الحق ومباشرة الحق احنا عارفين ان ثبوت الحق مش محتاج ارادة يعني الطفل المجنون ممكن يزبط لها حق في المراس الطفل الصغير اللي قال من سبعة سنين ممكن يزبط لها حق في المراس لكن مباشرة الحق انك تتصرف في الحق ده محتاج ارادة عشان تبيع بيت لازم كون عندك ارادة عشان انت تكون بائع وتنقل ملكية البيت منك كبائع للمشتري لازم كون عندك ارادة التصرفات القانونية اللي تقدر توقف قدام محكمة وتنقل ملكية وبالتالي النظرات دي خلطت ما بين ثبوت الحق ومباشرة الحق كذلك برضو النظرات دي عجزت عن تفسير ثبوت الحق للشخص المعنوي هتقول لي مين الشخص المعنوي ده هقولك الشركات المؤسسات الجمعيات كل دي اشخاص معنوية تمام فكرة معنوية ما عندهش اي ارادة ومع ذلك هذه الاشخاص المعنوية بتمتلك وبتمتع بالحقوق يبقى ايه هذه النظرية عجزت عن تفسير تمتع الشخص المعنوي اللي ما عندهش اي ارادة بتمتعه بالحق رغم عدم وجود ارادة عشان كده النظرية دي نظرية غير راجحة يبقى النظرية اللي ربطت ما بين الإرادة والحق نظرية غير راجحة تعالوا نخش على النظرية التانية وهي نظرية المصلحة طبعا النظرية دي المضمونها ايه باختصار؟ قالت ان الحق مصلحة يحميها القانون وقالت المصلحة دي ممكن تكون مالية يعني تقبل التقوم بالنقود زي الحق الملكية وممكن تكون أدبية أو معنوية يعني لا تقبل التقوم بالنقود زي حق الحياة مفيش فيها مشكلة ماشي النظرية دي شايفة ان الحق ليه هو شقين الشق الاول شق المصلحة والشق التاني شق الحماية القانونية للحق لكن النظرية دي طبعا تعرضت للانتقادات اول انتقاد ان الحق لا يعني المصلحة ليه مش كل مصلحة مش كل مصلحة بترتقي لمرتبة الحق تبقى فعام الكلام ده يعني ايه هقولك لو فيه واحد بيمتلك منزل قدامه ارض فاضية ليه مصلحة في ان الارض دي تبقى فاضية اه لان طول ما الارض فاضية هيخش له هوا وهيخش له نور تب هل ليه حق ان يمنع صاحب الارض الفاضية دي من هو يبنى عليها هل ينفع الشخص ده صاحب المنزل يمنع صاحب الارض الفاضية دي ان هو يمنعه من ان هو يبنى عليها اولاك لا مش صاحب حق وبالتالي الشخص ده صاحب المنزل له مصلحة في ان الارض تبقى فاضية بس مش صاحب حق في ان هو يمنع صاحب الارض الفاضية ان هو يمنع عليها وبالتالي المصلحة لا ترتقي في كل الاحوال الى مرتبة الحق كذلك برضو من الانتقاضات الوجهة لهذه النظرية هي ان هي شايفة ان الحمال قانونية هي جوهر الحق يعني ايه الكلام ده؟ يعني كونك ليك حق في انك ترفع دعوة قضائية ده معنا ان انت صاحب الحق وطبعا الكلام ده مش مصبوط ماينفع شربط ما بين كونك شخص ليك الحق في انك ترفع دعوة قضائية عشان اقولك انك صاحب حق لانها هنتعرض في بعض الحالات ان الشخص صاحب الحق المحمي ممكن يكون مختلف عن الشخص اللي ليه الحق في رفع الدعوة القضائية هتقولي ازاي هقولك ممكن شخص عنده طفل عنده اقل من سبع سنين هل ده صاحب حقه ولا مصاحب حق يثبت له الحق وليه حق في الملكي ماشا لك لو حد اعتدى عن الملكيت وينفع الطفل ده يروح للمحكمة ويرفع قضية اقولك لا ما ينفعش امان من الله يرفعه الدعوة من الله يطلب الحمال القضائية هقولك ابو ابو وبالتالي في الحال دي صاحب الحق المحمي مستقلي تماما عن صاحب الحق في رفع الحماية القضائية او في رفع الدعوة القضائية وبالتالي هذه النظرية برضو غير راجح لأنها ربطت ما بين كونك صاحب حق في رفع دعوة قضائية عشان تكون صاحب حق ذلك برضو من الأدلة المهمة اللي بتؤكد ده إن النظرية دي نظرية غير راجحة إن لو الشخص تم الاعتداء على حقه من حقوقه هيعمل هيرفع دعوة قضائية ده بيفرد تصالحه قدام القاضي وحصل ما بينهم تصالح وتنازله عن الدعوة القضائية هل معنى ذلك إن الشخص ده تنازل عن حقه؟ لا طبعا وبالتالي هذه النظرية نظرية غير راجحة لأنها ربطت ما بين الحماية القانونية للحق والحق المحمي رغم إن المقرر قانونا أن الحق المحمي مستقل عن الحماية القانونية للحق وبناء على ذلك هذه النظرية نظرية غير راجحة تعالنا نكلم عن النظرات الثالثة ودي مش محتاجة شرح لأنها خلطت ما بين المصلحة والإرادة مضمونها إيه؟ شايفة إن الحق هو سلطة أو قدرة إيراضية يعني اعتبرت على الإرادة بيخولها القانون للشخص لتحقق مصلحة يحميها القانون يعني اعتمدت برضو على المصلحة ولكن هذه النظرية طبعا متقدة لأنها يتوجه لها النقد اللي وجه لنظرية أولى والنقد اللي وجه لنظرية التانية ده الاتجاه التقليد باختصار يعني ممكن نلخصه في ثلاث نظريات نظرية إرادة الشخص اللي هو الاتجاه الشخص اللي اعتمد على الإرادة نظرية المصلحة اللي اعتمدت على الموضوع الحق والاتجاه التالت اللي اعتمد على الإرادة والمصلحة معا وهذه نظريات التقليدية كلها منتقدة تعالى نروح على الاتجاه التاني وهو الاتجاه الحديث طبعا الاتجاه ده رفض الاتجاه اللي قبله اللي هو الاتجاه التقليدي لأن الاتجاه التقليدي اعتمد على الإرادة والاتجاه الحديث بيرفض الإرادة الاتجاه اللي فات اعتمد على المصلح والاتجاه الحديث بيرفض المصلح الاتجاه اللي فات اللي هو التقليدي اعتمد على الحماية القانونية للحق والاتجاه الحديث بيرفط هذا برضو الاتجاه أما الاتجاه الحديث ده يعتمد على إيه قال لك عشان أعرف الحق لازم أعتمد في تعريفه على مكوناته على جوهره على ذاتيته مش على فكرة الإرادة ولا على فكرة المصلحة ولا على فكرة الحمال القانونية للحق لا وبالتالي التعريف الحديث ده بتاع واحد اسمه ديبان هيعرف الحق بناء على مكوناته ديبان ده شايف إن الحق ده بيتكون من كام عنصر قال لك الحق بيتكون من أربع عناصر هم أول عنصر هو عنصر الاستئثار العنصر الثاني هو عنصر التسلط العنصر الثالث هو احترام الحق من قبل الغير العنصر الرابع هو الحماية القانونية للحق يعني الراجل ده هو الحديث اللي هو ديبان بيعرف الحق اعتمادا على عناصره ومكوناته الأربع تب تعال أن أعرف إيه هي العناصر دي أول عنصر هو عنصر الاستئثار هتقولي عن استئثار الاستئثار باختصار أن الشخص بيختص بشئ مدي أو بقيمة معنوية على سبيل الانفراد هتقول له وضح لي هقول لك والله ممكن واحد يختص بشيء مدي يعني انا اختص بالعربية بتاعتي يبقى انا ليه سلطة عليها ليه سلطة استعمال واستغلال وتصرف على العربية دي ده فيها اسمه ايه ده اسمه استقصار تمام او ممكن نستقصر بشيء معنوي اه انا لو مؤلف وبقالف كتب هيبقى ليه استقصار على نتاج الزهني النتاج الزهني بتاعي والافكار بتاعتلي في الكتاب وبالتالي الاستقصار ممكن يارد على شيء مدي وممكن يارد على شيء معنوي تمام مفيش فهم مشكلة فالاستقصار ده بيد للشخص سلطات على سبيل الانفراض ده ليه يهمني يبقى الاستقصار يعني ايه ان انا بيبقى كون ليه سلطات على سبيل الانفراض بمارسها لوحد بس نخلي بالك الاستقصار ده ممكن يكون مباشر وممكن يكون غير مباشر يعني مباشر مباشر ده له فعلاقة ما بين شخص وشيء الشخص بيستأثر بالشيء بيمارس سلطاته مباشرة على الشيء مش محتاج تدخل حد تاني وبالتالي حتى في تعرف الحق العيني هو سلطة مباشرة للشخص على شيء وبالتالي الاستقصار هنا هيبقى استقصار مباشر الشخص هيمارس على الشيء الثلاث سلطات عادي اللي هو الاستعمال والاستغلال والتصرف بشكل مباشر وممكن الاستقصار يكون غير مباشر يعني غير مباشر زي علاقة الدائنين ببعض عارف انت علاقة الدائن والمدين وما يكون شخص ليه فلوس وشخص عليه فلوس اللي ليه فلوس بقول عليه دائن واللي عليه الفلوس بقول عليه مدين مديون الشخص اللي ليه فلوس ده مش عارف ياخدها بشكل مباشر إلا لما يكون في مدين هياخد منه الفلوس فالعلاقة فيها ثلاث أطراف فيها دائن ومدين وفلوس والدائن عشان ياخد فلوسه لازم يروح للمدين ويطلبه بالفلوس فالاستقصار هنا استقصار غير مباشر العنصر اللي بعد كده هو عنصر التسلط يعني التسلط هو سلطة التصرف الحر في موضوع او محل اشي وخلي بالك التسلط ده بيختلف حسب طبيعة الحق هل التسلط في حق الملكية زي الحق في الحياة اقول لك لا في حق الملكية انا بامتلك سيارة مثلا ليه فيها تسلط اه ليه فيها ان انا استعملها واستغلها واتصرف فيها شوف ليه سلطة التصرف الحر في السيارة لكن الحق في الحياة ما فيش الكلام ده انت لك حق في الحياة لك حق في التكامل الجسدي محدش ازيك جسديا لكن هل ينفع تتصرف هل ليك سلطة التصرف الحر في حياتك لا وبالتالي التسلط في الحق الملكية في الحق العينية غير التسلط في الحق في الحياة كذلك برضو العنصر التالت وهو احترام الحق من قبل الغير طبعا القانون بيلقي على كل أفراد المجتمع أن هم ما يحترموا حقوق الأفراد تمام والقانون شايف أن الاحترام ده لشقين عدم الاعتداء والاقتداء عدم الاعتداء يعني إيه يعني يا جميع أفراد المجتمع تتعرضوش لصاحب أي حق يعني الراجل يتمتع بحقوقه محدش يتعرض له كل أفراد المجتمع عليهم واجب عام له عدم الاعتداء كذلك الاقتداء إيه الاقتداء ده لو حصل وحد اعتدي على حقك بالفعل من حقك أنك ترفع عليه دعوة قضائية وتطالب بحقك وتطالب بالحمال القانونية يبقى الاحترام لعنصرين العنصر الأول هو عدم الاعتداء أن محدش يعتدي على حقك وعنصر الثاني وعنصر الاقتداء أن لو حد اعتدي على حقك ممكن تقتضيه وترفع عليه دعوة قضائية وطبعا الكلام ده يكون بصورة واضحة في الحقوق العينية والحقوق الشخصية لأنه مثلا في الحقوق العينية في الحقوق العينية يعني إيه؟ سلطة مباشرة لشخص على شيء سلطتك على العربية بتاعتك سلطة مباشرة لشخص أنت على الشيء أنت ليك حماية قانونية القانون بيحملك العربية بتاعتك تمام؟ ما فيش حد يعتدي على العربية بتاعتك دي حماية وواجب عام ملقى على جميع أفراد المجتمع أنهم ما يقربوش للعربية بتاعتك كذلك برضو في الحقوق الشخصية هل فيها حماية اه طبعا في احترام للغير قالك بقى في الحقوق الشخصية دي بيبقى فيها واجبين واجب عام وواجب خاص واجب عام ان كل افراد المجتمع ما يتعرضوش للفلوس بتاعتك تمام لو ليك فلوس عند حد واجب عام او ليك عربية عند حد في واجب عام على الجميع ان محدش يتعرض للعربية دي او للفلوس دي كذلك الشخص اللي واخد منك العربية اللي هو المدين او اللي واخد منك الفلوس اللي هو المدين عليه واجب خاص ان هو يحافظ لك على الفلوس دي ويرجعها لك في الوقت اللي انتوا اتفقتوا عليه يبقى في الحوى الشخصية ان عندي واجب عام وواجب خاص تمام لكن في الحوى العينية ان عندي واجب عام على الجميع اخر عنصر معنا هو عنصر الحماية القانونية للحق العنصر ده باختصار بيقولك انك هل لما تكون انت صاحب حق في انك ترفع دعوة قضائية هل ده معناه انك صاحب حق فعلا هقولك لا ليه لانت اسباب احنا خدناها قبل كده لان ما ينفعش اربط ما بين الحماية القانونية ورفع دعوة قضائية وما بين فكرة كونك بتمتلك الحق ليه اول حاجة احنا عرفنا قبل كده ان الحق المحمي مستقل عن الحق في رفع الدعوة القضائية وعرفنا برضو ان الحق بيزبط اولا بعد كده بيزبط ليك الحق في رفع الدعوة القضائية كذلك برضو مش دايما صاحب الحق المحمي هو صاحب الحق في رفع الدعوة القضائية وقالت لك المثال ان صاحب الحق المحمي ممكن يبقى طفل اقل من 7 سنوات وصاحب الحق في الرافع الدعوة القضائية ممكن يكون ابوه او الوصع عليه كذلك مش معنا انك تنزلت عن الحق المحمي تمام فده معناه انك تنزلت عن الحق في الدعوة القضائية عشان كده الاتجاه الحديث ده برضو اتجاه منتقد لاسباب كتيرة اول سبب ان فكرة التسلط ماش واضحة لان التسلط في الحقوق العينية زي حق الملكية مختلف عن التسلط في الحق في الحياة كذلك الاستقصار فكرة اللي هتصلح لكل الحقوق فازاي الشخص هيستأثر بحياته تمام عشان كده هنروح للتعريف الراجح او التعريف المختار والتعريف ده خلي بالك هيعتمد في تحديده للحق على عناصر معينة هيستبعد طبعا كل الانتقدات اللي فاتت يعني اللي هو التعريف الراجح ده والمختار هيشوف ان الحق مشكو عبارة عن قدرة او سلطة ايرادية لان ده فكرة منتقدة هيشوف ان الحق ليس مصلحة يحميها القانون لان الفكرة ده منتقدة هيشوف ان الحق ليس هو الدعوة القضائية لان الفكرة ده منتقدة هيشوف ان الحق ليس هو رابطة قانونية لان برضو الفكرة ده منتقدة اما الله شايف الحق ايه قالك شايف ان الحق يركز معي في تعريف الحديث ان الحق هو عبارة عن مركز قانوني يخول الشخص سلطة الاستقصار بشيء او بقيمة معنوية بيكون له بمقتضى هذه السلطة التسلط عشي او اقتضاء اداء معين طبعا التعريف ده بيتميز ببعض الخصائص او المميزات ان هو استخدم لفظ مركز قانوني بدل رابطة قانونية ليه؟ قالك عشان هذا التعريف يصلح لجميع الحقوق طب ايه كمان؟ كذلك برضو هذا التعريف بيين ان الحق يارد على شيء مادي وشيء ايه؟ معنوي كذلك ابرز عنصر الاستقصار وتسلط كذلك بيين انه سلطة صاحب الحق بتكون في حدود القانون يبقى ده باختصار التعريف الراجح طب الخلاصة من الكلام ده كله؟ الخلاصة من الكلام ده كله ان فكرة تعريف الحق هي فكرة فلسفية ظهر فيها اتجاهات كتيرة فظهر عندي اتجاه تقليدي جوا مجموعة من النظريات زي نظرية الاراضة ونظرية المصلحة والنظرية المختلطة اللي اعتمدت على الاراضة والمصلحة وده الاتجاه التقليدي وظهر عندي اتجاه حديث اللي هو اتجاه ديبان اللي اعتمد في تعريفه للحق على مكونات الحق اللي هي اربع عناصر اللي هو عنصر الاستقصار عنصر التسلط عنصر احترام الحق من قبل الغير عنصر الحماية القانونية كذلك برضو ظهر عندي الاتجاه المختار او الاتجاه الراجح اللي عرف الحق اعتمادا على كونه مركز قانوني وليس رابطة قانونية وقلنا ان التعريف ده له مميزات كتير ان هو بيشمل كل الحقوق وبين سلطة الاستقصار وسلطة التسلط وبين ان الحق ممكن يارد على شيء مادي او شيء معنوي ده باختصار تعريف فكرة الحق اتمنى لكم تهوم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى لكم